شابطة روان بتكلم عن الكمبيوتر كومبوننت من قونات جهاز الحاسب الآي والأجزاء الأساسية اللي بيتكون منها الجهاز الحاسب الآي طيب أول تعريف عندنا هو تعريف الكمبيوتر الكمبيوتر هو ماشين قال هو عبارة عن آلة تستخدم لتغيير المعلومات من شكل إلى شكل عن طريق أربع أفعال أساسية من هم وبقى الأربع عمليات الأساسية اللي بيتم خلالها معالجة البيانات هي الانبوت والبروسيسنج والأودبوت والاستور الانبوت الإدخال اللي هي وحدات الإدخال والإخراج بروسيسنج المعالجة الاودبوت اللي هي وحدات الإخراج الستور التخزين طيب من هي الانبوت الإدخال الإدخال هي رو انفورميشن رو انفورميشن يعني المعلومات الأولية أو البيانات الأولية اللي بيتم ادخالها على جهاز الكمبيوتر can be simple as litter member photo اللي هي بيكون على شكل احروف ارقام او صور تمام التو عندنا تو kind او types للكمبيوتر اول نوع اسمه among computer تاني نوع اسمه digital computer طب مين هو ال among computer هو measure data on a circle with mini value هي عبارة عن وحدة قياس للبيانات باشكال متعددة طب ال digital computer هي work with data that has fixed value يعني بتتعامل مع بيانات لها قيم ثابتة يبقى هنا الفرق بين النوع الاول والنوع التاني ان هنا mini value اشكال متعددة او قيم متعددة انما ال digital بيكون fixed for example computer that run program for using internet الاجهزة الكمبيوتر اللي انا بستخدمها علشان تعمل تشغيل البرامج عن طريق الانترنت او global network دي بتسمى digital computer اللي بتحتوي بيكون لها to possible value اللي هو zero ايه وان تمام يبقى معنا كده ان دي هي بتكون ايه data يعني هنا خدنا تعريف مين هي تعريف data اي data بيتم ادخالها داخل جهاز الكمبيوتر يعني اي شيء هتم ادخاله داخل جهاز الكمبيوتر هسمي data ال data دي بتكون عبارة عن كود مشفر بسمي الكود بتاعه bit والبيت ده بيكون بياخد رقم zero والوان اللي هي تبع البيناري الديجيت طيب من هي البيت؟ البيت هي equal لإيه لإيت بت يعني كل وان بايت بتحتوي على ثمانية بت كل وان بايت بتحتوي على ثمانية بت طيب ناخد تعريف القرار القرار can be represented by three بايت 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 با blue. يعني ايه الكلام ده? يعني بيقول لي ان اي لون بيتم ادخاله داخل كهاز الكمبيوتر بتكون من تلاتة آآ تلاتة بايت مختلفين لتلات الوان. التلات الوان هم red والgreen والblue. طيب احنا اساسا قلنا سري بايت. طيب السري بايت ده اللي بيمثله كام هنا آآ احنا قلنا طبعا سري بايت تلاتة. لتلاتة الوان ال red والgreen والblue. طيب تلاتة لكل واحدة فيها تاخد zero one. يعني معنى كده ان كل واحدة ياخد رقم. ممكن يبقى zero وممكن يبقى one. طيب يبقى معنى كده ان هم هيبقوا كام? اضرب سري في two. يديني six. يبقى معنى كده ان هي six digit hexa value. hexa decimal value. طبعا? آآ hexa decimal value. طيب لو انا جات قسمت ستة على تلاتة الوان. يعني انا عندي احمر واخضر وزرق. طيب هم عددهم اجمالي ستة. طيب ستة على تلاتة هيبقى كل واحدة هياخد اتنين. بيبقى الاتنين الاولانين هياخدهم اداد two first two digit اول اتنين هياخدهم من لون ال red. وتاني اتنين هياخدهم من لون الجري. واخر اتنين هياخدهم من لون البلو. لو جات جامعة اتنين 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 يبقى معنى كده دول six hexa decimal. six digit hexa decimal value. طيب نيجي للتعريف اللي بعد كده اللي هو تعريف المعالجة. طيب مين هي المعالجة هي computer in structure depend on the program given to computer. يبقى هي اي تعليمات بتعتمد على البرامج اللي محملة داخل جهاز الكمبيوتر بتسمى معالجة. يبقى هي اي instruction. instruction تعليمات بتعتمد على برامج. يبقى اي تعليمات تعتمد على برامج معطاة داخل جهاز الكمبيوتر تسمى معالجة. بروسيسين. طيب الاسبيد اه سرعة المعالج بيكون هو is one reason why computer are so valuable. بيكون واحد من اهم الاسباب لجعل جهاز الكمبيوتر ازقيمة عالية. يعني انا مجحشتري جهاز الكمبيوتر. لازم اقول ان انا عايز جهاز الكمبيوتر تكون سرعة المعالج بتاعته عالية. عشان ايه ليه? عشان ينفذ الاوامر بشكل ايه? سريع. طيب الاوتبوت افطر ازا كمبيوتر بروسيس داتا اوتبوت كريه بعد عملية المعالجة بيحصل اوت. او بينشأ اوت. يبقى افطر كمبيوتر بروسيس داتا بيحصل عملية اوت. طيب الاوتبوت can take many forms such as image sound through speaker or document. الاوتبوت بياخد اشكال متعددة زي الصور او الصوت عن طريق السبيكر او المستندات. طيب ايما احنا كده عارفنا ان اول مرحلة بتحصل عندي يا مرحلة الانبوت. الادخال. بعد الادخال بتحصل المعالجة. بعد المعالجة يحصل الاوتبوت. تمام? طيب. عندنا فيه حاجة اساسية بقى لازم نعرفها هو تعريف الهاردوير. من هو الهاردوير? الهاردوير هي كمبيوتر physical parts. هي الاجزاء المادية الملموسة من جهاز الكمبيوتر. يبقى اي شيء physical part داخل جهاز الكمبيوتر يسمى هاردوير. اي شيء ملموس. اي شيء ملموس. تمام? طيب البروسيسور. البروسيسور هاردوير بتستخدم فيه تشغيل البيانات الاساسية الى معلومات مفيدة. الى معلومات مفيدة. يعني انا خلاص داخل البروسيسور اللي هو المعالج بيحصل عملية تغيير او تحويل. ترن. شايف? ترن. تحويل. المعلومات الاساسية. اللي تم ادخالها في مرحلة الانبوت. الى usable information. معلومات يمكن استخدامها. او معلومات قابلة للاستخدام. تمام? معلومات قابلة للاستخدام. usable information. معلومات قابلة للاستخدام. طيب. بعد كده عندي تعريف. السي بيو. اول حاجة نعرف ايه هو اختصار السي بيو. هو سنتر بروسيسنج يونت. سنتر بروسيسنج يونت. وحدة المعالجة المركزية. ثاني حاجة. وان اف زا موست امبورتانت بروسيسنج ديفايز تو كمبيوتر. هي عبارة عن واحدة من اهم وحدة معالجة اجهزة المعالجة داخل جهازة الكمبيوتر لان هي المسؤولة عن المعالجة. تمام? تمام? مسؤولة عن المعالجة. ثالث حاجة ان هي اتشت اتشت تصحيقات SIMP و اتشت اتشت عفو اتشت احتشت اتشت 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 وك كيري اتشت في سبيل واس اتشت وان اتشت وان اتشت داتا كويكلي كومبير داتا كويكلي يعني ايه الكلام ده يعني هي بتحتوي على دائرة كهربائية بتعمل على حمل البيانات بتعمل على انية بتحمل البيانات وبيتم معالجتها عشان تسمح لجهاز الكمبيوتر باجراء العمليات الحسابية ومقارنة البيانات بشكل سريع يبقى ده المطلوب منك ان انت تعرف ايه في تعريف السي بيو طيب بعد كده هايزن نعرف تعريف اسمه الرام طيب مين هي الرام الرام طبعا هي عبارة عن اختصار لراندوم اكسز مومري راندوم اكسز مومري راندوم اكسز مومري طيب مين هي الراندوم اكسز مومري قال لي هي برايمري داتا ستور اريا برايمري داتا ستور اريا يعني ايه يعني هي عبارة عن منطقة التخزين البيانات الاولية منطقة التخزين البيانات الاولية كولت بتسمى لها اسم كمان فولتيل فولتيل ممري يعني ذكرت المعلومات المتطير معلومات متطيرة ليه لانها راندوم عشوائية يعني اسمها في الاول ايه راندوم اكسز ممر ذكرت الوصول العشوائية بتسمى ذكرت متطيرة ليه ذكرت متطيرة قالك ايه تستور داتا في وين زا كمبيوتر از اون بات زا داتا از لوس في وين زا كمبيوتر از تير نقف بيتم تخزين البيانات اثناء تشغيل جهاز الكمبيوتر بط داتا لوس بيتم فقد البيانات ازا الكمبيوتر حصل له تير نقف يعني لو انت افل لو الجهاز الكمبيوتر افل لون اعمل من غير ما تعمل يسيف البيانات اللي انت عاملها هيتم ايه فقدها عشان كده سميت بيه المتطير تاني حاجة سكندري ستور داتا ديفايس اللي هي سكندري ستور ديفايس اه زاكرة التخزين السنوية من هي زاكرة التخزين السنوية هي عبارة عن ستور ستور هاردوير الاو استور اوف زا داتا بريمنتلي ايفن فوينزا كمبيوتر از تيرن اوف هي عبارة عن زاكرة تخزين اه جهاز تخزين بيسبح بتخزين البيانات بشكل دائم فوينزا كمبيوتر تيرن اوف يعني حتى لو جهاز الكمبيوتر هتقفل البيانات بيتم حفظها فيها بشكل دائم لا لانها سكندري زاكرة تخزين سنوية او خارجية زاكرة تخزين خارجية زي يمين زي الهارد درايف الاكسترنا الهارد درايف الفلاشة فلاش درايف الاوبتيكال ستور ديفايس كلاود ستور موماري كارب اه طبعا كل دي انواع زاكرات ايه خارجية اه بعد كده عندي الهارد درايف او الاكسترنا الهارد درايف او الفلاش درايف هي عبارة عن تعرفها which many which may be contained through universal serial bus or cpu sd or usb بارت هي عبارة عن وحدة بيتم توصلها بيتم توصلها باستخدام اه كابل او باستخدام اللي هي المنفذ ال usb تمام الهارد درايف وال the most data بيتم فيها تحميل معظم البيانات اه وبتحتوي على هندرد جيجا بايتس وافضل نوع من انواع وحدات التخزين هي الهارد درايف افضل نوع من وحدات التخزين هي الهارد ايه درايف طيب الاوبتيكال store device الاوبتيكال store device مين اللي بتشمل مين هي عبارة عن برضو واحدة تخزين بتستخدم هون يو انزرت سرو دسك درايف يعني هي الاوبتيكال اي نوع تخزين اوبتيكال بيتم ادخاله عن طريق دسك درايف زي cd dvd او d او bd تمام يبقى انت عندك الاوبتيكال يبقى هي هتعرفين ان هي انزرت سرو دسك درايف اي حاجة بيتم ادخالها اي واحدة بيتم ادخالها عن طريق دسك درايف بتسمى اوبتيكال زي cd dvd bd طيب الكلاود store الكلاود store هي وحدة تخزين اه online بسميها سحابة الالكترونية او سحابة التخزينية هي online store offer سرو version website تمام هي online store هي وحدة تخزين online بيتم بتكون متاحة او متوفرة عن طريق مواقع مختلف الموماري كارد الموماري كارد تستخدم store data for mobile device تستخدم في تخزين الميانات لوحدة الاجهزة المحمودة تمام يبقى احنا كده عرفنا هذا النوع الاول للتخزين اللي هو الهارد درايف والاكسترنل والفلاشة بعد كده عرفنا النوع التاني اللي هو الاوبتيكال بعد كده التالت اللي هي cloud store بعد كده قدل مع الرابع اللي هي الموماري device تمام بريفيرسل هنا هي عبارة عن المحركات او بمعنى تاني الهاردوير اجزاء الهاردوير المنفصلة بعد كده بريفيرسل 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 الهاردوير الأجزاء المنفصلة من الهاردوير يعني الاجزاء المنفصلة من الهاردوير يعني هنقسمها الى وحدات تخزين وحدات ادخال وحدات اخراج وحدات الإدخال ووحدات الإخراج بشكل منفصل تسمى perversive هي الأجزاء المنفصلة للهاردويل يعني زي الانبوت مثلا وحدات الإدخال هي الكيبورد والماوس كمثال أشهر أنواع وحدات الإدخال هي الكيبورد والماوس إنما وليست كل وحدات الإدخال لأنه عنده وحدات إدخال أخرى والاوت بوت زي المونتور والبرينتر طبعا برضو أشهر وحدات اخراج هي الشاشة والبرنتر والطبع يبقى الانبوت وحدات الادخال ووحدات الاخراج تسمى بريفيرسل يبقى معنا كده كلمة بريفيرسل بتعبر عن مين بتعبر عن الأجزاء الهاردوير المنفصل أجزاء الهاردوير المنفصل طيب أجزاء الهاردوير المنفصلة دي بيحتاج يبقى معنا كده ان هي بتحتاج للاتصال بجهزة الكمبيوتر عشان تقدر تعمل تحريك البيانات يعني الكيبورد لازم أوصله بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل الماوس لازم أوصله بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل يعني كل الأجزاء دي بتتوصل بالسي بيو الكيبورد بتوصل بالسي بيو الماوس يتوصل بالسي بيو المينوتر بتوصل بالسي بيو البرينتر بوصل بوصول ويس بيو تمام بوحدة المعالجة المركزية يبقى هي لازم connection can be via physical connection يبقى انت عندك الconnection بيحصل عن طريق via بواسطة physical connection or wireless connection تمام بوصر require connector some reversal connect entry or built in يعني هنا بدي بيقولك ايه ان كل اجزاء اللي هي المقونات ال input والoutput لازم تحتاج الى كابل توصيل او wireless توصيل او بتكون اجزاء مبنية داخل جهاز الكمبيوتر تمام يبقى كلها لازم تحتاج الى connector لازم تحتاج الى موصل سواء كان موصل خارجي عن طريق كابل او موصل داخلي مبني built in داخل جهاز ايه الكمبيوتر طيب بعد كده الاثر board منفذ الاثر net منفذ الاثر net هو المنفذ المسؤول عن network ال net يبقى هي are the most common network technology used to local area network اللي هي land اللي هي local area network اللي هي شبكة المحلية تمام المسؤولة عن الشبكة المحلية طيب من هي land هتعرف بس ان اختصار لكلمة local area network هي عبارة عن شبكة المحلية تمام بعد كده في عندي الواي فاي and bluetooth الواي فاي وال bluetooth هي عبارة عن wireless technology used to connect device and internet تستخدم في توصيل الاجهزة والانترنت operating system today make it easy establish wireless and or bluetooth connection communication بقى في الوقت الحالي ان الاتصال ب النظام التشغيل بيبني عملية اتصال سهل بواسطة الويرلس اللي هي الواي فاي او bluetooth الاتصال الكمميونيكيشن بالواي فاي او bluetooth عندي IR wireless هي اختصار انفيرد ريديشن انفيرد ريديشن اه تو ترانسفيرم يعني انا عندي هنا شايفة كلمة دي اهي دي اختصار كلمة الار حرف الاي اهو واذا حرف الار تمام انفيرد ريديشن اللي هي اه الاشعة تحت الحمراء تمام بتستخدم فيه ترانس 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 بتوين كمبيوتر ترانس بتوين كمبيوتر اه ترانس بتوين كمبيوتر اللي هي انتقال البيانات بين اجهزة اه الكمبيوتر بعد كده الهاردوير include all physical basic of the computer include all physical basic of the computer كل المكونات المادية لجهزة الكمبيوتر تسمى هاردوير طيب software software include all computer all programs that tell computer what to do and how to do it هي كل برامج هي include all programs بتحتوى على كل البرامج اللي بتل تخبر جهاز الكمبيوتر what to do ايه اللي انت تقدر تعمله و how و كيف ازاي how what و كيف و how و كيف تمام ايه ايه main type انواع اجهز ال software نوعي system software و application software system software و application software system software اللي هي انظمة نظام software system help the computer work probably بيساعد هذا الكمبيوتر بالعمل من هو يعمل بشكل منتظم وبتحتوي على operating system والunity system والunity software اللي هو نظام التشغيل وبرامج المساعدة نظام التشغيل وبرامج المساعدة تمام يبقى ده النوع الاولان اللي هو system software برامج النظام برامج النظام يبقى هي الى بتساعة الجهاز الكمبيوتر انه يعمل بشكل منتظم probably ايه تاني حاجة انواحها operating system و unity طب مين هو operating system طبعا operating system ده هو نظام التشغيل اللي بيحافظ على تشغيل جهاز الكمبيوتر يبقى هو cap caps بيحفظ thing is running عملية التشغيل هو المسؤولة عن عملية التشغيل by allowing hardware device to communicate communicate ان هي بتحصل عملية اتصال communicate with one other هي المسؤولة عن تشغيل او حفظ عملية تشغيل جهاز الكمبيوتر وسماح باتصال جميع اجزاء الhardware بمع بعضها البعض طيب من هي unity does maintains and repair jobs that operating system cannot do itself هي الجزء المسؤول عن عملية الصيانة واعادة تشغيل الوظائف اللي نظام التشغيل ماقدرش يعملها بنفسه فيظهر لك رسائل مساعدة توضح لك خطوات اعادة الصيانة او خطأ مثلا حصل يعني ليه لان operating system ما بقدرش يصلح نفسه لازم هيظهر لك رسائل لو في خطأ يظهر لك رسائل خطأ من اللي هيكون مسؤول عن اظهر رسائل الخطأ واعادة صيانتها او اعادة اصلاحها عن طريق خطوات هيتظهر لك هي unity software يبقى هي المسؤولة عن maintain الصيانة and repair jobs واعادة تصليح that operating system can not be do itself يعني نظام التشغيل ما يقدرش يعملها بنفسه فعشان كده هيظهر لك بها رسائل انت هتمش معها خطوة خطوة تصلح الخطأ اللي حصل الapplication software اللي هو النوع التاني يبقى احنا كده خلصنا قدنا النوع الاولاني system software وداخل system software نوعين اللي هو operating system والunity بعد كده نيجي المين ليه الapplication software بيكون هلبس بيساعد with tasks such as writing paper or making photo هي عبارة عن برامج اسمها برامج تطبيقية برامج تطبيقية بيكون وظفتها اداء مهمة معينة المهمة اللي بتعملها دي لاما هتكون هعملية كتابة ان انا هكتب document مثلا او ان انا هعمل logo هعمل photo يبقى هي دي المسؤولة عنها بيكون لها انواع لها اربع انواع four main categories four main categories اللي هي الاربع انواع بتاعتها اول نوع النوع الاول هي برامج منتجة البرامج المنتجة اللي هي predictive software والنوع التاني communication software والنوع اللي هي برامج الاتصال او التواصل النوع الثالث graphic software برامج للرسومات والنوع الرابع هي home education entertainment software برامج للتعليم او الترفيه طيب تعالوا نشوف النوع الاولين ان هو النوع البرامج المنتجة هي help be able be more protective as a work برامج بتساعده في عملية الانتاج للعمل تمام الcommunication communication software هي allow computer to connect to the network and send email برامج مسؤولة عن communication الاتصال او التواصل برامج بتكون في جهاز الكمبيوتر عشان تساعده بالاتصال بالانترنت او ارسال رسائق الgraphics من اسمها graphics رسم او رسومات هي it makes possible to draw paint touch up a photo بتساعده في عملية الرسم للصوب home education entertainment help people do things such as manage their money or new skill برامج تعليمية بتساعدني مسلا في ادارة الامو ان هي مسلا عايز اعمل ادارة للاموال او تعليم لمهارة جديدة بعد كده في عندي software design software design دي برامج للتصميم البرامج للتصميم دي بيكون لها ثلاث انواع النوع الاول اسمها customer software برامج للزبون off the self software والنوع التالت اسمه apps شرط اللي هي كلمة application apps اللي هي اختصار لكلمة application طيب 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 نشوف النوع الاولين اللي هو customer software customer software هي design is design special work and can be quick expensive برامج 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 سممت لأعمال معينة وبتكون غالية يعني عندها شراءها يعني لو انت اشتريت منها يعني بتكون quite expensive طيب off self software program هي عبارة عن برامج standard job like writing letter that the programs are less expensive برامج بتكون less expensive مش غالية because software publish can be sell many copies to more customers that can be download right on the buyers computers تمام اللي هي بيكون لهم حقوق الملكية عند download وتنزيل البرامج apps هي اختصار لكلمة application وهي عبارة عن other online programs بيحصل لها عملية شراء for handheld device اللي هي اجهزة المحمولة through online app store من تطبيقات المتجر تمام بعد كده عنزل نعرف تعريف التيرة التيرة عبارة عن الف جيجا بايتس تمام بعد كده هنعرف في هنا عندي انواع اللي هي وحدات اللي هي الاتصال الكابلات اللي بيستخدمها لاتصال وحدات الادخال مع وحدات الاخراج هنعرف انواع الكابلات عندي فيه عندي serial board serial board هي عبارة بتستخدم في move data one bit at time for example زي connect computer to modems for internet access زيو احنا هنعرف ان serial board بيستخدم الكمبيوتر بالmodem access for the internet بعد كده multiple device boards منفذ متعدد الاجهزة بيستخدم connect serial اللي هي الهاردوير input والoutput اللي هي بسميها البريفرسل to computer at one time في نفس الوقت and move data faster than serial board بتكون اسرع في عملية انتقال البيانات من serial board بعد كده for example عندي هنا for example multiple device borders اللي هو النوع ده اللي احنا لسه شرحين النوع multiple device boards include smaller computer interface interfaces هذا اول نوع من انواع المنافذ اللي هو بسميه اسمه اهي smaller smaller small computer systems interface اول حرف من كل كلمة اه اه اده small اول حرف من small computer system interface انا اول منفذ المنفذ التاني بسميه universal serial bus universal serial bus اللي هي بنسمي usb والنوع والنوع التالت اللي هو بلر بارتس تمام طيب زير r عندي تلات انواع مختلفة تلات انواع مختلفة للفيديو بورد تلات انواع المختلفة لمنفذ الفيديو النوع الاولاني اسمه high definition multimedia interface high definition multimedia interface hdmi هي عبارة عن digital cap standard four مصممة ل audio and video transmission الانتقال الصوت والصور اللي هو الفيديو الصوت الaudio والفيديو اللي هي الصور انا عند النوع التاني ايبقى انا عندهم ثلات انواع للفيديو النوع الاولاني اسمه high digital multimedia interface النوع التاني اسمه digital 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 visual interface dvi dvi وعبارة عن used to connect monitor or other device display device to the computer برضو مسؤولة عن اتصال الشاشة باجهزة العرض تمام اتصال ان انا هوصل المينتور اه او اجهزة العرض باجهاز الكمبيوتر تمام طب النوع اللي بعد كده النوع الثالث اللي هو اسمه video graphic area videographic area اللي هي vga vga هي one one of the old type of the computer parts that is replaced by the above parts but it is still available of the some computer ه اقدم انواع المنافذ الاتصال بالشاشة بس هو اللي لسه ولا زال متاح لقيله الان يعني اشهر واحد فيه يعني اشهر نوع من انواع الفيديو اللي هي video boards انواع منافذ الاتصال بايه بالفيديو والمقصود بالفيديو اللي هي شاشات العرض